هل هناك سنة راتبة قبل صلاة الجمعة ورد فيها توجيه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قبل صلاة الجمعة ليس فيه نافلة راتبة الجمعة ليس لها راتبة قبلها ولكن يستحب التبكير للذهاب لصلاة الجمعة وإذا دخل المسلم المسجد فإنه يستغل بذكر الله عز وجل صلي تحية المسجد ركعتين فإن شاء جلت يكتر الله عمية القرآن إلى أن يحضر الإمام وإن شاء واصل صلاة النافلة إلى أن يخرج الإمام وهذا أفضل قوله واصل صلاة النافلة حتى يخرج الإمام هذا أفضل وإذا اقتصر على تحية المسجد وجلس فلا بأس وإن صلى أكثر من تحية المسجد وجلس أيضا فلا بأس فنبر فيها نواسع والحمد لله إلا أن المطلوب من المسلم أن يبكر لصلاة الجمعة ويستغل بذكر الله من صلاة أو تلاوة قرآن أو تسبيح أو تهنيم حتى يحضر الإمام أما بعد صلاة الجمعة فيستحب المثل أن يصلي الراتبة راتبة الجمعة بعدها أقلها ركعتان وأكثرها أربع ركعات بسلامين وبعض العلماء يفصل فيقول إن صلى راتبة الجمعة في بيته فإنه يصلي ركعتين وإن صلىها في المسجد فإنه يصلي أربع ركعات وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة بينما كان هو صلى الله عليه وسلم يخرج ويصلي في بيته ركعتين أدل على أن من صلى في بيته راتبة الجمعة فإنه يفصل على ركعتين ومن صلى راتبة الجمعة في المسجد بعد الجمعة فإنه يصلي أربع ركعات بسلامين ترجمة نانسي قنقر